تربية 2.0 مرحبكم في تربية 2.0 كيما كل نهار حد من العشره للحديش نحكي في مواضيع من مختلف سلون ودفيران زندل نحكي على التربية وعلى التعليم على صغارنا من اللي يبدأوا القرية ولم يدخلوا الكريش حتى الينيوس وليليسي مواضيع تهمهم اليوم اخترنا أنا نحكي وعلى السيبرارسلما على التنمر الإلكتروني تجيب حذية إناس خيفي إناس عسليما سبح النور هيجر مرحبا بمستمعي إكسبرس أفهم الكول إناس هي رئيسة جامعية تونسية للثقافة الرقمية تجيب حذية زيدة سيميا بركيا عسليما عسليما مرحبا بكم إناس كل وشي ركنسانة بمستمعي إكسبرس أفهم مرحبا بك هي مربيا سيميا ومساعدة في دهوجيا ندخلو ديريكت في قلب الموضوع بعد إناس تتحكين معناها على سيبرارسلما لكن على العنف بصفة عامة معتك كم مربيين كيفاش تتعاملوا مع ساعة كيفاش معتك كمان لو دي تكتيك كيفاش تفنو بيه كيفاش كيبدأ عندك قسمهم عبي معناها كمان جيريسة معتها وكوتيديا أكيد هو الحقيقة منجموش نتعرضه للمهية الممارسات هذية في المؤسسة التعليمية قبل ما نتعرضه لتعريف العنف في الساعة هو ماشنوع اللي هو يكون عفعل أو قول أو تعدي بأداة يكون من طرف على مجموعة أو طرف آخر وهذية يولد بطبيعة دي ساكال عند المعنف ويدل على عدم اتزان وسوء أو استفزاز أو تسرع في رد الفعل ومن ضمن العنف هذية نذكره العنف المدرسي اللي هو أحد أنواع العنف اللي نلقاوها في المجتمع عمتاعنا وهو عبارة على ممارسات نفسية وبدانية أو مادية يمارسها أحد أطراف العملية التربوية نقوله هنا أطراف العملية التربوية يعني التلميث المعلم أو المؤسسة التربوية في حد ذاتها صحيح وإنشأنا التدقيق نجمو نقوله اللي هو مجموعة سلوكيات العامة اللي غير مقبولة اجتماعيا خطر المدرسة ما هي إلا نموذج مصغر عن المجتمع واللي من شأنها نتأثر سلبا على النظام العام في المدرسة سواء كان هذا السلوك موريسا داخل المؤسسة أو خارجه طيقة فونية التعريف الفوديغ أنه حسب تقرير المرصد الوطني للعنف المدرسي وهي الحقيقة على ضوء ما نراه من أحداث وللأسف وتعديات قاعدت تصير في مؤسسنا التربوية أنه حالة العنف داخل المدرسة التونسية بلغت سنين وخمسين بالمئة عام 2014 الأكيد أنها تنامت تقريبا عشرة سنين تالي أكيد أنها تنامت خاصة بتلاحق الجرائم اللي رينيها كسوات عديت على مربين بآلات بيضاء حادة وإلا تليم ذات زادة كيف كيف في مشاجرات وتعنيف جسدي إيطو دونك اللي حبينا نقولوه هنا لحسب التقرير هذية اللي عملوا المرصد أنه تونس الكبرى هي التي تتصدر المرتبة الأولى من حيث العنف من حيث العدد في العنف نصور زادة من حيث عدد المدارس من حيث العنف أكبر في المدن يمكن في المدن الكبيرة زيدة ضحايا العنف كما قلت أنت هما تليم ذا لكن ساعت حتى الأسيد هما تليم ذا وش أقول لكم حاجة أنا بدي تفاجأت بها أنه العنف المقترف من قبل تلميذ ضد المربيين يأتي في مقدمة الحوادث مقارنة مع العنف ضد التلميذ معناها المربي اليوم هو هو يعني بالإحصائيات بالإحصائيات هذية هو اللي يتعرض أكثر للعنف هو هو اللي يحتل المرتبة الأولى وهذية صادر وتصدر عن الأطراف في فعل العنف في الوسط المدرسي أنواع من الممارسات اللي معناها كما نسمع فيها والراوها أو كوتيديان اللي بطبعه يقعوا استنكاروها ووجودها وهذه ما رده هو يمكن راجع أنه برشا عوامل تدخل في تحفيز ولا تدمية هذا الهجز متع العنف في المجتمع التونسي خاصة لدى النشأة متعنا من جملته من أهمه أنه غياب المراكز تأثير الثقافي ومراكز المتابعة والإرشاد الاجتماعي في تأثير هذه الظواهر العنفة ويمكن أنت حكيت على الأنشطة ومعنى الأكتفيتات معناها لو كان جاءت فما أنت المدرسة اليوم أو إنسان يمشي يقرأ ويروح فما ديز إكزامان فما 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 دي تيست يعني وكأنها ولت بيئة شوية سترسانة يعني فلو كان جاءت فما أنشطة الثقافية صحيح حبيت العراجوني على أنه من دور المربي أيضا مراجعة ممارساته المهنية البيداغوجية داخل القصم هنا بش نحط لك في علاقة مع التغيبات تلميذ تقائينا يقول لك إينا اليوم غبت جيسي شي لكوخ مثلا مش موتيفاسيون أو فات هو ذيك عليش يخرج إلا بخيفيغي بش يخرج للبرة ما يحضرش درس كالكونك من الدروس اللي معفرتهم المؤسسة وقتها لأنه ما عادش لقي الجو متاعو اللي لو يجعلي الموتيفاسيون اللي هي احنا طوى نحكيه على أنجون نوميريك كل ما هو رقمي كل ما هو ديجيتال يكون برانشيه على التابليت متاعو إلا على سمارتفون متاعو في حاجة ديجيتال رقمية في عالم آخر ديكو يدخل يلقى درس رتيب ما فيهش تجديدات بيداغوجية ما فيهش تفاعلات اللي خليها تجذب التلميث وتخليه يلسام بليك معناها ديون فاسون مام انكانسيونت في الدرس وفي انشاء معنا الدرس مهما كان الموضوع اللي ينا ترقوله في درق تربيه دو بوان زيرون دولون دولون نرجعوا اللي اليوم المدرسة تأخر تيسر على التكنولوجيا على البيتاس اللي ماشي بها العالم هنا يسحابي تقول حاجة ديك عليش احنا اليوم كجمعية متاع ثقافة رقمية نشجعوا برش على رقمنت الإدارة ديجا ومن بعد رقمنت التربية والقراية نحن بانقول اللي احنا اليوم مش متاخرين كهو متاخرين بارش que ce soit au niveau المعلمين ولا سيدة ils n'ont pas assez de connaissance sur le volet numérique والصغار اللي يسون يسر connectه ونج من قولو يعني يستعملوا يسر اليوم كالكوتي numérique دونك هنين نشوفوا رفما صراع بين الأجيال قاعد يسير في المدرس صراع تيكنولوجيا معناها اكزاكتنا ومش منجموش اللومو على المربين المرة اللي فاتت كي حكينا معناها على مثلا على المصاعب معنا ديفيكلتي اسكولير جيت بحضينا استاذا قلت احنا منيش متكونين ديجا معناها ليه بش نديتكتي معناها بش نعرف صعوبة ولا اثتراب هذاك مدرسي معناها إسكهو عندو مشكلة يعني نفسية ولا عضوية وإلا معناها صعوبات وكهو ديجا معناش متكونة بش نعرفهم بش ننواجه ولا ناخو معناها انشارج التلميذ هذاك اليوم sur un plan تكنولوجيك ديجيتال معناها رقمي نفس الشي تقريبا يعني الاستاذ شنو ينجم يعمل ولا المرب شنو ينجم يعمل يعني prise de conscience هي كبيرة نحكي وديما في إطار فهم اليوم استيشارة معناها على التعليم ناخذو الجين بهذا بعين الاعتبار يلفو تنير قاند زيدا يمكون يلزمنا معناها سا ديجان ينوبligation بش نشاء خلايا متابعة ديخ المؤسسات الترباوية كي نحكي على خلايا متابعة ونياراو فيها تأتير وإرشاد اجتماعي نفسي سنسوفي باش انتي تعمل كنساي مثلا باش تقسي اكا التلميذ في عقوبة متاع نهارين ثلاثة وإلا هي هي جنغ العقوبة اي بوي ما تتبعش عليه شو أعملها كيكا اي بوي شنو كيفاش باش تطور سلوكو بعدك العقوبة اسكو فغيما خذي تشرب الهدف من عقوبتو أملي دونك هونيا راهي إن إنشاء خلايا متابعة في كل مؤسسة ترباوية ابتدائي كانت أو أعدادي أو ثانوي راهي لازمة 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 فيهونيا خاصة مع تخلي دور الأسرة على تأثير الطفل ونقولوا احنا تخليت بدورها الصالح المحاضن اللي هي للأسف ما تنجمش تغطي دور الأم ولا دور البو أسي بيان ك المربي برغم اللي وزارة التربية حرصت على تيت خمتاع وزارة التربية لكن هوني راهو صحيح احنا الربيو نعلمو باش الربيو لكن نقعدو هونيا فيكا سما إكيلي بغده فازي ما بين لدو نوشي أنا من نجمش ربيو نعلم طانك الولي ما هوش إطار فاعل فعلا في هذه العملية طانك الولي متخلي على تأثير ابنه من حيث المبادئ والقيم ومن حيث أنه يعطيه صغير نتاوه ما عندوش غباء ما عندوش رفيرانس لا تنسى للأسف يعيش بالحق يعيش جفاف وهو هذيكا يمكن أكبر دفاع خليه صغير يعيش كالديزيكيليبر هذيكا الي ولد له بعد كو سوى فيولنس فيغبال وإلا جسدي وإلا مغال وإلا دونك يخليه يلتجأل هذيك كصورة بتاع كمبنساسيون لك الفراغ هذيك واحنا طبيعا نعرفوا اللي طبيعة تكره الفراغ كل الفراغ باش يتعبأ أكيد باش يتعبأ فوسك مسا مش تأثير مسا مش توجيه سوكي فيه باش يلا باش السبكونسيون هوني نعرفو باش يطغاد وما يطغى علي كان بالنزع هذي اللي هو فينا فطري الغالب اللي هو العنف لكن احنا معلينا كد نوجهوه وانتي حسب رأيك كمربية وكمساعدة بيداغوجية معنة هل معنة الإطار والاجتماعي والعائلي والمستوى الاجتماعي الاقتصادي هوني عنده عنده دخل في العنف معنة كنصنفو العنف أكيد إذا كامش نصنفو العنف هوني أنا كوني وأفتخروا بذلك وباشيروا مدارس في أحيا مكتظة هاي هوني الاعتداء اليومي على المؤسسات التربوية هذي حالة يعني ترجع نهار لاثنين عادي جدا انه المعلم يلقى قسمه الأخزين مفروطة لفيشها جمقطعة الطويل المقلوبة جلسات مام حتى لا أخلاقية تصير في المكان في وسط المؤسسات فهمت هذي تراجع للبيئة الاجتماعية ربما اللي هي الأغلب منها يعاني من الفقر يعاني من الحرمان وبطبيعة كتصعيد للحكيات هذومك للفقد هذيك باش يمارس نوع من العنف هذيك اللي هو نقول واحنا له ما هو شي شفاوي وما هو شي جاسدي لكن نوع آخر من العنف من العنف وكأنه فمش احسس بالانتماء للمدرسة هذيك اللي هو ينتميله ولا هي تنتميله كأنه الفضاء معناها غريب خارجي غريب خارجي دوك يصلط عليه للعنف بطبيعة إذا كان ما يحسش فمع كل الابروبرياسيون الابروبرياسيون اللي هي خارجة مكل المنك اللي هو يعيشه خطر انساء التلميذ طوا نحسه ما عادش يلقى هاويته داخل المؤسسة التربوية هو صحيح راهو يلزمنا بالفعل نعمل مقاربة سريعة باش نجمو نعملو لك اللي يبغ مبين المقرر الرسمي من البرامج الرسمية اللي يتناولها التلميذ والمربي ومبين انتظارات التلميذ زي ده كيف كيف بالضبط هذه كلها أهم حاجة انتظارات التلميذ لأنه هو اللي يتعامل وكوتجامة في المدرسة مع المربي هي معتها المعادلة سوليثية سوليثية فيها المربي وفيها التلميذ لك فيها برشة خدمة انتظار كجامعية معناها حتى وكين تخدموا على العنف الرقمي لكن معتها تطرقوا معتها الجوينب الأخرى لكل إنيس بيانسور نحن نطلق جامعية مع المعادلة 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 iced بها فكرة نحن نخدمه سوليثية مع المعادلة 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 التنميذ الفضاء والوسيلة اللي يستعملوا فيها هما بشو يكونوا أقرب لهم بطبيعة سامية كي نحكيوا على العنف فما مش مقاربة تقريباً اتفاقية هي ما بين وزارة التربية ووزارة الدخيلية معناه مثلاً على العنف خارج الفضاء المدرسي أينك شخصياً معناه ونعرف لساعات ملزومين لكن دي ما تصدمني نقولها معناه أنه كلمة تربية ودخيلية معناه تتواجد في نفس الجملة هو من المفروض من المفروض نقول وحنا شنو أجيب وزارة الدخيلية لوزارة التربية لكن كونه أنه سمى نوع جديد من العنف اللي هو يتسمى حسب المرصد الوطني يقول لك اسمه سمى العنف المنظم العنف المنظم هذي يتجسد في أنه صغيرات تليم ذاتهما في رواحهم يسوروا جروب في فكر انتخ قوية فكر إجرامي فكر متاع ونقاونيه في نوسيون متاع البغكاج أنه يعتديوا يخمون بشي يعتديوا على أصدقائهم على تليم ذات اللي موجودين في المحيط متاع المؤسسة التربوية يتعديوا على الحاجات الثمينة متاحهم أموال هواتف جوالة هو صحيح راجع زيدا من منطق الحرمين فهمتا؟ لكن العنف هذي العنف المنظم هذي اللي خلى وزارة الداخلية للأسف تتدخل نحكي وهوني يزيد على نوسيون بتاع إنا ما عادش عنا دي سال دي برمنانس في المؤسسة التربوية متاعنا ديكو يلقى روحو التلميذ إلي أبليجي بيش يخرج البرة من المؤسسة ويستنى البرة وهوني نلقا ونحكي غلاتيفما إنه خمسمية قهوة لكل تونسي متوفرة فهمتا دونك عدد كبير سا برمي بيش أوزي تخنجي من خارج المجتمع التربوي إنه بيش يحتك بك الصغيرات هذنكا بيش يأثر عليهم بيش يبيع لهم بيش يبيع لهم مواد مخدرة نسي دوسويت ما شابها ذلك نقارو إحنا هوني وجباء التدخل الأمني الردعي في الأمور هذية دونك ديكو هوني تحضر العلاقة المباشرة ما بين وزارة التربية ووزارة الداخلية للأسف وزارة الداخلية كانت تدخل كمثال للمؤسسة التربوية يدخل الأمني بيش يعرف ما هي تمانته بفوائدها بإيجابيتها في المجتمع ما للأسف نقاو هوني إن الحضور هو ردعي وهذا لتنامي ظهرة ونحب نقوله بربي اللي راهي المدرسة هي ما هيش مصدر للعنف لكنها إنعكاس للعنف في المجتمع ما هيش هي مصدر العنف هي صورة هي مرئية وهو العنف يبدأ من الأسرة ويلجأ أفراد أفرادها مباشرة إلى العنف كحل لأي خلافات أو لأي تشبكات في نطاق المجتمع الخارجي معناها أطراف المجتمع يعني المثال لولين يبدأ في العائلة ولا على قليلة كان مش في العائلة أبيدة في الحومة معناها في المليو في المحيط القريب جداً وبعد بتبيع المدرسة هي زدت تسمع محيط قريب يمشي للمدرسة وبعد بتبيعه يمشي معطلنا أوسع من المدرسة أحنا ماذا بينا للحل يكون توعى ويكون بسيكولوجي معناها قبل ما يكون نرد عليش أنا بلقط لك على الفكرة متاع خلية متابعة وإرشاد وإحاطة بالحق راهي لازمة لازمة يمكن حتى طوا أحنا في فترة متاع استشارة أما راه من المهم جداً إحداث مثل هذه الخلايا باش نصلحوا بها رامك صغيرات قابلين أنهم يتصلحوا بتبيعه دورنا باش منسلمش وإحنا كمربين ياما صغيرات اللي كان فيه نقول وإحنا عمل نقلة نوعية متاع 268 درجة ديك تعملوا كالفوكس هذيك تعملوا كال معناها تحسوا اللي رك تبع فيه رك تنصح فيه تميشي معه دونك تحس كاليفوليوسيوني سبحان الله بالحق معناها تحسهم تسمشكون اللي مصير وتحس يتحول يتبد معناها حاجة بايه اللي قاعدة تقول فيها حتى ديما نحكيو ديما عالجوينب السلبية عمل لي فاما جوينب إيجابية فاما حالي بيانسور غاي خرجناها مع تماما ساما 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 برشا ساما برشا ساما برشا صغيرات اللي يقعو انتشالو هومو هذي يا سي قرس اوز اوز انسنننننن يبديو اقراب من المتعلمين المتحو من الاطفال مي البشراننه سي قرس اوه مي اه اما انتونك كنسننننن عندنو بيدو شارج متى حيتو الخاصة و شارج بروفشيوني متاعو. سا دوين بالحق ميسيون صعيبة يسر انك زيدة تزيد تكمل تطبع تلميذ البره. اه. ميم حتى تنجم تعمل مشاكل قانونية اخرى. يجم الولي يقول قاعد تهر سلفية. خطر انا كا انسانيان تنتبع في التلميذ. متبع. بزيد في في الايوخ خارج المؤسس. اه. فمتا. اه. دونك تنجم تتقرأ بالغالطة. علوك هي كانت في اه. منحة معناها اي جي بي. او بروفي دو لانفان. اه. ما يحبوش. او ليه ما يحبوش. قولك تتدخل. فهي. يقولك علش تعاقب فيه. يقولك علش. هو هو العقاب. هو العقاب كنوسيون هذيك اه كيفش نقولوها احنا. اه. سفي بغتي من دي سيبلي متاع المؤسس. اه. وسفي بغتي من دي سيبلي متاع المجتمع اللي انتي يزم تنظبط له نهار اخر. انتي لقا من دستور. انتي لقا من قوانيين. انتي لقا. هذيك قوية دل قوية دل لعب. مي. ولا. معناها يزمنا عنا اطار يحدنا. باش النجمو نتعايشوا بيني تبعاثنا. اه. 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 يمكن تجاوز الخطوط الحمراء. بانسور. ما لغزمون والسانكشون. ما لغزمون. هوني ساعة تقاوليه. اللي هو بالحق ديميسيونيغ. هو ما ديميسيونيغ في تربيت صغير. ويزعج ومام انك تتحس ولي هو يلزم ويشرف على صغيره. ايه. جس ما تونحكي ومبعد مع ليليا كامون على الشاشات. ديميسيونيغ ديجاه هو مش نيته. معناه انه يكون ديميسيونيغ. هو في بيله. متاع اعطيها كل اكخان. خنت الهي انا نعمل اللي لزمني باش نعمل. وهم يعرش اللي هو دخل في عالم. معتها لازم ديجاه الوقفة. معتها ولي غيق لي بديو شوية من المدار. بديو برشا من الدار. وهمان بعد المدرسة هي معتها تلعب دورها. اليوم معتها في في ديمة زدك كيف نافصل لسؤيل نطرحه على المربين. معتها في المدرسة خاصة للحكومية. معتها العامة اليوم تلقى ساعة قسم فيها 40 واكثر من الهربعين. ايه. كيفاش بش يتصرف المربي معناها في وسط هذا الكل. وسط هالعدد المرتفع. بش يتصرف ملي عنده معلي عنده صعوبة. كيفش تصرف معلي اللي اللي ضحيت عنف. معلي مارس العنف معده. كيفي ايش هي ذا كله. هي الحقيقة مهمة صعبة يسر. الفوتونيقان زيدة من الفوتودية لنبخ كون دوا افواغ في في اللي سال دو كلاس. خطر ايك الاربعين هزم كاراهو اربعين اسرة وراه. ايه. جايك بالفيدباك المرجعية متاع والاديولوجيا اللي تلقاها في اسرته. طبط. دونك هوني انترك بش تتعامل مع اربعين اه مجتمع مصغر. هاي. بوغان انسانيان سي فرمان ديفيسيل. هاي. عنده هوني يحلين. يا اما بشي قري درسه. اسا ساعت لا. ويمش على روحه ويمش على روحه. وإلا بش يقري درسه وبش تدخل هوني الامور الانسانية. وانو الفي دي بلوس اللي كنا نحكيه في هذكا. بشي يتبع هذكا وهذكا وهذكا وهذكا. اسي يخطو عنا صغيرات توا من نوع اللي يبدوا منغلقين على الارويحه. وهذكا في روحه راه وعنف ذاتي. لفت انو يحس روحه اللي هو آآ مرفوض من من صحابه ربما لهيئة او للغة او للباس او لفكر. وهذي موجود بارشة بارشة في المؤسسة متاعنا مالو غز مو. اه. او حتى للون بشرة. ها موجود. انا كي ناس مع صغير يجيوني ميقولولي يراهو عنا كذيه وكذيه صديق. معنيها يلحب عليه خطر لغته متبادلة. ولا خطر لغة اجنبية. ما يفهمش التونسي. دونك يسو بغميت بش يقولولو حاجة لتزحك. ولا يسخروا منه خطر لون بشرة متبادلة. معنيها تلقى روح كونية دي ما عصيري فاغ على فامي. اللي ما هيش عاطية كارة تربية متاع تقبل الاختلاف. تقبل الاخر المختلف. الانفتاح على حاجات اخرى عبيد اخرين بحضارات اخرين. بتنوع اخر فكري اخر او اه نقولو احنا اه عرقي او ما شبه هذلك. بعض الان قول احنا في الدنيا كما قلت القبيلة في الدنيا ما 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 يستعرفش اللي صغير هو مثلا عنيف. يقول لك صغر الكل. ولا العنصرية احنا كنقولو ساعات رانا عنا عنصرية في المشكلة. تخترعوا فيها الاعلام يخترع فيها والدرجكون يخترع فيها. هو سيكزيست كي ترى الممارسات متاع الصغر. ما الصغر جزتما ومن جيبها هو صغير مش مش يجيبها هكيكة صغير يبدأ بالعكس كي يبدأوا صغيرات صغيرات في اه في روضة. ترى هم محليهم. ما يفرقش ما معي. وقت ديك يكبرو شوي تحس وقتها اللي ثم ممارسات متأثرة فعلا معناها بي نقول وحنا ديما المحور راهي الاسرة. فمت اللي نعطيوها بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ساعتي يجي واحد يقول لك انا ليه مانيش عنصري لكن ما ما يفقش بروحه ربما هي. تصرفيتك عنصورية. دونك صغير راو يخص. يسام بخاني مكل من متصرفيت هذيك. هو صغير يقول لك راهو ينسخ اكثر من اللي يسمعه. بيانسور. ويفهم. معنا هو بشيفة كالكي معتها كل التصرفيته. بيش تحكي معاه برشا ما اعمل قدامه. اكزاكتما اعطيه المثال يعني حلو برشا سامية عامل تلتوغ معتها يظهر لي متاع للنقاط الكل بنظام والله والله. طرقت للنقاط الكل وخاصة معتها الجانب النفسي والمعنوي. اي اي. قبل ما نوصله معناها للردعي والجانب الانساني. اه دونك برشا خدمة. برشا خدمة. وبرشا طلب للمساعدة من المجتمع. من النزارة. من الدولة. يزن بالحق. بالفعل استغلال الاستشارة التربوية هذية هالفرصة هذية. استغلالها معناها الاقصى حد. بيش نطوعوها ونعطيوها الهوية التونسية اللي تتماشى مع مشاكلنا. مع اه مع احتياجاتنا. احتياجات تلميذنا. احتياجات المربي بمتانا. انفن التونسية هixonي نحن نعطيوها بشك كنكة كتوان مانيه هم. مبغدانة زميه شيئا ليس تنجوها ده. طيب شديد اختلاق كل ده. إذا كنتم يتخدم انتِي لبانه تلقى ده 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 ده. عشرت الانوخي cheكون كا dassي تنجوها معنها. ما نشنونغزرو تحت السقينه نغزرو شوي القده. قراءتك في الاقصى فالصها رح يمزل تنكوه معناها. والله قراءتي الاولى الاستشارة اينا ديما اه كفش نقول احنا نسبق نسبق الخيل. نسبق الخيل ايه. معناها مي اه 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 معناها بخاتيكم اه مسحة على جميع الجوين. ان شاء الله يا ربي اه تعطي الفخوية متاحة وان شاء الله يكون الفخوية اه عنده بالفعل. ما يقعدش على مستوى نظري. ايه. يعطي الامباكت متاعه بالفعل على على بلادنا وعلى صغيراتنا وعلى مؤسساتنا التربوية وزارتنا. ايه. هيدا من ناحية المعطاهية متاحة خلينا نقوله لكن الناس اللي تشارك هاليوم الناس اللي تشارك الكل زعمة بشتعطي رأي باختنان واعي. هيدا سؤالي نطرحه معنا. هنا انا نتصور اللي بعد بش يخضوها الناس مختصين الاستشارة. حتى اذا كان المواطن من معناها عطا رأيو دو point de vue personale ينجم يكون بتاتخ اغلانتي شوية. انا نتصور اللي بش يقع تناولها منظم الناس مختصة اللي بش تعرف تقرأ النتيج وعلى ظوها تقوم بالتحويرات. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. هما شوفنا هم شوفت حتى معتها المدة هذي في منخص القضية الفلسطينية شوفنا عندهم وعي معناها. كانوا معتها كنا نسخل وجيل لنسي ومعتها واستقال يعني ليكن مش شأن العام لكن. هذي يا راجع راهو للتقطير متاع الاطار التربوي معلمين واسادزة. صحيح رانا عنا الدروس نقريوها. ما تقعد ديما ايكالاضافات اللي تتزاد. ثم ما بدأ اللي يلزمك تعديها يلزمك تخدم عليها كهوية وطنية كهوية عربية كانتماء جغرافي فهمت كتاريخ عربي. دونك هوني يمكن نرى الفضل راجع خطر. اذا كان بش نشوفو الميدياتيزازيون مع تعلق تلميذ بالميدياتيزازيون آآ الاترانجي. ما هوش بش يلقى آآ هاوية فلسطينية جملة. جملة. مميش. ما وقت اللي انت وقت اللي هو يدخل وآآ والقسم. ودين فاسون ودين اوتخ استاذو يعديلو ايكال مبدأ ايكالفكرة الصغيرة هذيك. نكتة ولو نقول واحنا حتى نكتة في بحر ميسالش. فامتة انك تواعي فيه ايكالجانب متاع الانتماء هذيك. التواعي فيه مبدأ القضية الانسانية انك تكون فيه تحيز مع العدل. تكون في جانب القضية العادلة ما غير ما تخذ انت اوديولوجيات اخرى. اي 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 اي. فامتة? هيك. انا الحقيقة فرحة يستهر كيريتك التفاعل هذيك. والتفاعل تحسو معناها اه محليه صغيرات اترا فيهم يعملوا في معناها تظاهرات اقرب بما تكون للثقافية. شو محليهم صغارنا وقت اللي انتي تعطيهم صحيح تكي تعطيهم انتي ايكا البرج هذيكا بشي يعطي هو ما عنده لديغت. ايبان التنبخيسيون بالحاجات اللي نجمي قدمها كو سواء بغلبنتور الدنس الشعر مسرح معناها يسي امبخيسيونون يسا في بليزير بالحق انك تحس روحك ايكا الگرين مازلت موجودة ايكا البذرة مازلت موجودة ان شاء الله يا ربي يقعوا الاعتناء بها. معه وتطويرها. ان شاء الله هذيك ليز منتو كان حي فيك سياسة منطاعك معناها كمربية وكمساعدة عايشة بالحق معناها وكيفاش ما انت مولمة بالموضوع بان هذي خدمتك لغمان اما كيفاش معناها تحط روحك في ما انت بعلها هكا في نفس الوضع مع التلميذ كما مع الولي كما مع الوالي كما مع ال... عايزولي تليفوني اينا قام يحكي واحده. بس تصير تليفوني قام يحكي واحده. عايزولي دونك قاسي تعليك سيميا دونك ولا خدمة كبيرة كما كنت نقول. خدمة كبيرة. ويزم منك انتي بارشة بارشة نيس عندهم واسع البيل وعندهم الدجري دامبليكاتيون هذي. كون علاقة مبنية على الثقة طبعا شوية في تربية ديجيتال. ايناس جسو ما بشتحكينا على قداش اهمية العلاقة المبنية على الثقة. بين المعلمين والتليم ذا اليوم والصغرنا الكلب. بين المربي وبين التلميذ. بين المربي وبين الزيد الولي وبين الولي وبين الصغير وبين التلميذ. نحن نقعد مع الاخبار وراجعين شوية في تربية ديجيتال. تسمعوا فينا من العشاء اللحديش معكم هجر بوجوعة في الميكرو ومحمد الأحمر في الديجيتال. خاطر تشوفونا على يوتيوب وسيري نحتيت في الأخرى.